إذن بعد 13 شهرا من الشلل السياسي في لبنان وبعد طول انتظار غناه اللبنانيون ليروا أخيرا حكومة لبنانية فبعد 13 شهرا من الشلل السياسي الذي غذى أزمة اقتصادية هي الأسوأ تشكلت حكومة نجيب ميقاتي 24 وزيرا اختارهم ميقاتي ووافق عليهم الرئيس ميشيل عون وزراء منتمون سياسيا على نحو واضح ورغم نفي ميقاتي إلا أن مصادر محلية تنكدت أن رئيس الجمهورينا لتقريبا الثلثة المعطل ولو على نحو مستتر فثمانية من هؤلاء الوزراء مقربون من عون أو محسوبون على حلفائه فيما وزير السياحة جورج كلاس الذي لم يكن انتماؤه واضحا وصفه مراقبون بالوزير الملك لأنه نقطة تقاطع بين عون وبري وحملت الحكومة الجديدة أسماء جديدة عدة بينها وجوه اقتصادية يرجى منها متابعة الأمور النقدية وتسويات الأوضاع مع صندوق النقد الدولي كنائب رئيس الحكومة مثلا سعاد الشامي ووزير الطاقة وليد فياض كما كان للوجوه الإعلامية حضور أبرزهم الإعلامي المعروف جورج قرداحي الذي تسلم حقيبة الإعلام وهذا طبعا يحمل عدد من الوزراء جنسيات أوروبية كوزير الأشغال المحسوب على حزب الله علي حمية وهو يحمل الجنسية الفرنسية حكومة نجيب ميقاتي شملت أسماء سنية لافتة كالوزير فراس الأبيض وأيضا ناصر ياسين الذين لقى ترحيبا كبيرا وقد ضمت كذلك قاضيين أحدهم وزير الداخلية والآخر وزير الثقافة إضافة طبعا لسفيرين وضابط واحد هو وزير الدفاع لكنها كانت خجولة من حيث التمثيل النسائي الذي تمثل بوزيرة واحدة تسلمت حقيبة التنمية الإدارية وهي نجلة رياشي ملاحظات عدة طالت حكومة ميقاتي التي تشكلت بعد ضغط دولي هائل وكان الممهد الأبرز لولادتها اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي ونظيره الإيراني فهي لم تراعي بأي شكل من الأشكال المواصفات التي تضمنتها المبادرة الفرنسية أي حكومة مصغرة من الاختصاصيين المستقلين غير الحزبيين لبل إنها كشبيهاتها السابقات حكومة ترزح تحت ثقل وازن لحزب الله قادر على التحكم بقرارها هذا وفق مراقبين